اشتركوا في القناة من افريقيا التي ستقام في المملكة المغربية الصيف السنة القادمة وقال حافظ الدراجي في بث مباشر اجراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انا لا اعتقد انني ممنوع من دخول المغرب واذا فرد علي مهنيا السفر الى المغرب من اجل تغضية الكان او خيرني ساسافر الى هناك ليست لدي اي مشكلة واضاف المعلقة الجزائرية حافظ الدراجي في تصريحه ايضا ليست لدي اي مشكلة مع المغرب كبلده او مع الشعب المغربي لدي عدة اصدقاء من المغرب وصداقات تجاوزت 30 سنة وصافرت الى هناك اكثر من مرة جدير بالذكر ان حافظ الدراجي داب في الفترات الاخيرة عقب العفو عليه من طرف النظام الجزائري الهجوم على المغرب وشتم رموزه وتحريف طاريخها وذلك عبر تدوينات مسمومة ينشرها لارضاء نظام بلدها علما انه فقط قبل انتخابة بونا رئيس للجزائر كان يكل المدح للمغرب وصفر اليه من اجل الاستجمام والسياحة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء